مرفقة بشعاري وزارتي العدل والتجارة الأمريكيتين تواجهك عبارة تم الاستلاء على هذا الموقع كلما حاولت الدخول إلى أحد مواقع قنوات إخبارية مؤيدة للقضية الفلسطينية أبرزها موقع قناة العالم وبرستيفي الإيرانيتين وشبكة المسيرة اليمنية وعدد من مواقع القنوات الفلسطينية كفلسطين اليوم إضافة إلى مواقع عراقية تابعة لكتائب حزب الله العراق القرسنة الأمريكية للمواقع الإلكترونية عدها المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة محاولة ممنهجة لتقويد حرية التعبير العالمية ولإسكاة الأصوات المستقلة في الإعلام واصفا هذا الإجراء بغير القانوني والبلطجي معايير واشنطن المزدوجة تكشف وفق شبكة المسيرة الإعلامية زي فشعارات حرية التعبير التي تروج لها واشنطن وتسقط بحسب عدو المجلس السياسي الأعلى في اليمن محمد علي الحوثي قناع الديمقراطية وشعاراتها وتؤكد وصول رسالة هذه المواقع وتأثيرها تأثير كان واضحا في السنوات الأخيرة وتجسدات ضامنا عالميا كبيرا مع الفلسطينيين وقضيتهم خصوصا خلال وبعد معركة سيف القدس وهبت الفلسطينيين في الضفة والداخل المحتل هي معطيات تثير التساؤلات حول توقيت الإجراء الأمريكي وما إذا كان يهدف إلى إسكات إعلام قوى المقاومة وتقليل تأثيرها على المجتمعات العربية والغربية وتحديدا فيما خص القضية الفلسطينية الريبة حول التوقيت تحيط أيضا بإعلان تكوين حلف إعلامي جديد بين إسرائيل والإمارات حيث وقعت مؤسسة دبي للإعلام مذكرة تفاهم مع قناة I24 News الإسرائيلية وذلك تزامنا مع أعلان القناة الإسرائيلية عزمها على افتتاح مكتب لها في مدينة دبي للإعلام فهل هي استراتيجية جديدة لمحاولة تغيير نظرة المجتمعات الداعمة للقضية الفلسطينية؟